ايطنا مستمرة مع حضراتكم ايه الإيجابيات اللي جات عليا أنا واحد كمزيع كده ايه الإيجابيات اللي جات عليا من مثل هذه الأحداث عن أحداث سابقة هقول لحضراتكم باختصار شديد جداً انه هذا الشاب الجميل وزملائه في كل المؤسسات المجتمعية الرجل ده نائب في البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سابقة النائب على عصا في ميزة يمكن كتير جداً من الناس بتسأل ايه هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي فيه قوة جميلة كده موجودة وروح شبابية موجودة على الشاشات من الصبح أنا فتحت القنوات المعتادة اللي هي سي بي سي الحياة اون دي ام سي التلفزيون المصري الحقيقة معظمهم معظم اللي بيتكلم شباب ومعظم اللي بيسير الأمور بين المواطنين شباب فدي ميزة الحقيقة انعكست علي جداً لان لما بتكلم معاه فالحقيقة أنا بحتك بشبابه شوي فباب أنا كمان شباب فأنا برحب هؤلاء الشباب لانه المنصات الإعلامية بقت مفيدة جداً لانه نستمع إلى تحليل هؤلاء ورؤية هؤلاء وفكر هؤلاء وعلاقتهم بالشارع وعلاقة الشارع بالمشاطر اللي هما بيقوم بيه سيات النائب علاء عصام عدو تنسكية شباب الأحزاب والسياسيين وهو أيضاً عدو مجلس النواب برحب بيك السيات النائب أولاً برحب بحضرتك وبشكرك على التقديم دي والحقيقة قالوا لها دعموك ودينا ما كناش خدنا كل الفرص دي لأنه أولاً حضرتك من جيل الوسط وهذا الجيل شاهد بعينه قد إيه المشاكل كان بيواجهها لأنه كان في إحباط للشباب فالحقيقة بتقوله دوت هو تعبير عن أمل كان جوا حضرتك وجوا كل جيلك إن انتوا تدونا الأمل ده تاني وإن احنا نبقى نكحين فده إحساس وروح طيبة من حضرتك يا رب كل الناس تبقى كثيراً يعني خلينا نقوله هو إحساس متبادل لأنك أنت في نفس الوقت يعني أنا أنا مش مش بجامل لما بيكون المجموعة اللي أنت بتتحور معاها في سن معين أنت بتاخد الخبرة لو هو يعني خبروته واسعة أنت بتاخد الواقع والشارع لو هو علاقته بالشارع موجودة بتاخد كمان تخطيط المستقبل اللي هو متمثل في جيل اللي هو جيل علاق وأعتقد أنه هو عظم زملائك بنفس السن تقريباً طبعاً في تنسكيط شباب الأحزاب والسياسية آه طبعاً فدي حاجة من الحاجات اللي اتعاملت في البلد في منطقه العظم طبعاً بكلمك بأمانة الحقيقة أنتوا حاسين بأهميتها وأنتوا تتعاملوا مع المواطن وتتعاملوا مع الشارع شوفها سجابر أولاً تحية للشعب المصري في هذا الاستحقاق اللي أبهرنا الحقيقة وبوناءاً على ردي على سؤال حضرتك تحية لمن أطلق مؤتمر الشباب الأول في 2016 كويس تحية لمن أطلق أيضاً نسخة مؤتمر الشباب العالم على المبادرات حياة كريمة مبادرة القضاء على فيروس ابدأ ابدأ ايوه ابدأ دي هنا طبعاً ابدأ دي هنا لأنها سبعين سنة أمام تشريعات لما دخلت بقى البرلمان فهمت أكتر مكبلة بيروقراطية جداً تشجع الفساد وتشجع على تأخير وتشجع على تعطيل اللي تحقق في العشر سنين من إنجازات مباشرة للمواطن من رئيس الجمهورية الشخصية أدلك ممكن تعمله الحكومة والمحليات عشرات المرات طب الرئيس اعتمد على مين قال لك ولادي 65 مليون منهم على الأقل 35 إلى 40 مليون في عندهم القدرة لعمل التطوير من 14 إلى 40 سنة طب الشباب دول أمن بيهم وأطلق المنتدى والمؤتمر قضى بيهم على فيروس سي من خلال تواجدهم في كل المحافظات والقرى دعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي هي امتداد لشباب الأحزاب والسياسيين واجابة الإنقاذ رقم 3 الرئيس السيسي مؤمن إن الجيل ده هو صاحب المصلحة في التغيير هو مش جاي خلاص بقى على الشقة والعربية لا ده عنده أمل وطموح لبقرة 30-40 سنة فهو صاحب المصلحة الحقيقية فالحقيقة اكتير زاكي برضه جدا حاجة تالتة إن الشباب دول في وقت المحن وخطر اللي موجود على حدودنا الأربعة هم دول اللي موجودين النهاردة تحية كل التحية شباب العام الأهل شباب التنسيقية غرفة العمليات شباب الأحزاب شباب حزب التجمع شباب حزب الوافد كل الشباب اللي بص يا أستاذ جابر بيحضروا الانتخابات قبلها بشهور أولا حملات نعم للمشاركة مش بنقول فلان روح انتخب فلان أو انتخب علام عندنا ناس في التنسيقين بنتخبوا السيد عب سنة دائم ناس بنتخبوا الرئيس السيسي منهم أنا عشان حزب التجمع وأعلن ده في منهم ناس بنتخبوا أستاذ فريد زهران أستاذ عمر حازم عمر طيب قدمنا برنامج للأربع مرشحين هو ده موقف الناس وقضايا الشباب وقضايا المواطنين الاجتماعية والسلسية والاقتصادية إذن أنت تتكلم عن مزاييك ايدولوجي وثقافي قدر يقعد مع بعض على فكرة فكرة التنسيقية هي كانت نوال الحوار الوطني اللي أطلقوا الرئيس من سنتين من رمضان قبل الماضي ليه؟ احنا أصلا اجتماعنا 2015 كنوال بقنا رسمي 2018 الحوارات اللي انت شفتها في الحوار الوطني دي احنا سبقناها في 2018 بقى يقعد عضو حزب التجمع وما يقعد حزب الوافد وما الحزب النصري طب هل هنطلع برامج واحدة؟ لكن في حاجة أساسية بتجمعنا هي حب الوطن والقضايا الوطنية والأمن القومية ده واحد وإن اختلفنا على بعض القضايا نمرة اتنين وإن اختلفنا على القضايا يجمعنا أيضا المصلحة الوطنية طب رقم ثلاثة ايه بقى؟ أولا تسقيف وتدريب نمرة اتنين قدرة على حوار بدون صراعة ودي حاجة جديدة وبدون صخب وبدون صخب وبدون تجاوز وبدون تجاوز زي اللي بيحصل في الانتخابات دلوقتي بالضبط وبدون عشق الكاميرا وبدون أنا وبعد الطفان لأسلوكيات تانية حاجة التالتة قدرنا نحن نعمل مخرجات عليها قدر كبير من التوافق لا ويطلبها رئيس الجمهورية ويطلبها رئيس الجمهورية بالضبط طب خد بقى عندك الحوار الوطني انتقل لها زي الحالة مش قصد ان احنا بنعلم سنسيتنا لا 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 قصد اقول احنا خدنا المبادرة فدايما المبادرة بتيجي منين من الشباب عاوزوا رحيتك بقى التنسقية كتجربة أسقالها الحوار الوطن العكس ليه؟ لان احنا واحنا رايحين واحنا مبادرين بحلة الحوار اللي بيننا لما رحنا للحوار الوطني شفنا قامات قامات فكرية وعلمية وسياسية بإينا بننهل من العلم يا جماعة الناس دينا كنت اشوفوا في تلفزيون اي 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 اسات زرقسات اقساس جابرال ارموتي فلان رقسات احزاب قاعدين معانا وبيشجعونا ورقسات احزابنا بيقولوا لنا طلعوا انتوا اللي اتكلموا طلعوا انتوا عايزين نشوفكم سلحاء وتعلموا مننا بدنا الخبرات طم احنا ابتدينا ندخل في مفهوم جديد اللي هو السياسة بمفهوم جديد هو ده اشعار التنسائية بقى من الاول اللي هو ايه الفين وطمنتاشر هندعو الناس المشاركة في تعدلات دستورية مشقول لهم نعم لا 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 هلف الجامعات نيجي بقى في انتخابات البرلمانية عشرين عشرين نقول ايه مش بس هندعو الناس للمشاركة في انتخابات البرلمانية لا احنا هنترشح وكل واحد فينا يترشح عنده برنامج يعني على قسم امين شباب حزب التجمع اللي هو الطائط الحالي بتاعي وساعتها ده عنده برنامج اشتراك ينزل البرلماني الناس تنتخبوا عليه فلان بتا حزب الوفد زملنا في حزب الوفد عنده برنامج لبر تنتخبوا عليه طب ايه اللي احنا حققناه نقلنا مستوى دعوة الناس للمشاركة وحاجدهم لمستوى ان احنا بقنا قاضة في مواقع العمل الميدانية والطبيعية خد عندك بقى مش بس الدوائر مراكز الشباب أسر ثقافة بننزل ده عارف علاقية الفكرة انك انت شاب فبتنزل مركز شباب هو مش انا اسف انا وانا وانا قدك في السن كده واقنب كتير كمان هما كانوا اتنين اللي بيجي ترشحوا في مجلس الشعب واللي اتنين كان بيحصلوا بينهم وبين بعض خلافات جامد ده صرع عائلي وقابلي والاخر وفي الاخر واحد منهم كان سنهم كام دايما بيبقى فوق الستين انا عشت تجربة ويقعد ست سبع دورات انا عشت يعني يطلع بعد التمانين انا لما لاقي كعدو مركز شباب عدو مجلس ادارة لا عدو مجلس شباب عدو مجلس شعب اه نواب ومركز شباب في البلد عندي هلاقي معايا شاب عدو مجلس شعب صح التيمة دي او عدو مجلس نواب التيمة دي اعتقد هتفرز لانه انت بتقوله مش بعيد عليك الحياة هو ده اللي حتك بتقوله هو ده الهدف اللي هو ايه انت دلوقتي خد طريق منه انت صغير فلقيت الدولة بدعم القيادة السياسية لازم يكون صرح رئيس عرفتاح السيسي امن بالشباب وهو سبب جزء كبير من تحقيق هذا الحلم الى جانب ارادة الشباب نفسهم طيب لما شبابنا باوز وملأنا شافونا في ازيه المواقع ما هو بقى عنده طريق مفتوح وبايه بقى وبحكم الدستورو القانون ما انت عندك نسبة للشباب في البرلمات طيب ما انت عندك نسبة للمرأة هو تمكين للفئات التي كان مغضوبا عليها او كانت تواجه مستبعدة مستبعدة مش مغضوبا عليها بمعنى السياسي اه لو ايه الست دي ما لا تصلحش تبقى رئيسة اه تصلحش تبقى نائبة ست ايه اللي تشتغل معايا شاب ايه ده دعايل دفام حاجة ايوة لا ايوة ده بقى التابو ده اه هو الرجل ده تبع حزب الرجل ده تبع حزب ومعين مش عايزين اه يلا اناور عليك سياسي برده بالزبط كده التابوهات دي اتقسرت في العشر سنين اللي فاتت بقى عندك القدرة انك تطلع في الاعلام انك تدخل اه في مجال العمل السياسي بقى عندك دعم قانوني ودستوري انه عندك قوتة عشان تعرف تنافس انا اعتقد ان الشباب لو ما استثمروش الحالة دي في عهد الرئيس عفتاح السيسو في الايام اللي جاية والايام اللي مضت هنرجع تاني لمربع اخر اللي هو ايه اللي هو بنفقد حقنا في ان احنا نتواجد واعتقد ان احنا مش هنعمل ده بمعنى الشباب لازم يشتغل على نفسه ويسمع اكتر ما يتكلم الشباب لازم ما يكونش دجمة ويكون بيفكر بشكل علمي بشكل نمطي الشباب لازم يشتغل 24 ساعة مش بمعنى اللي 24 ساعة انك ما تنامش 24 ساعة ان انت بتبحث عن كيف تكون مختلف ومميز احنا علينا القدر الاكبر ودي معركتنا معركة الشباب والمرأة والفئات اللي كانت مش واخد حقها لو انت مفضل تشتحارب وتبقى شغال عند الناس وتفتح مكتبك في البرلماني في البدرشين في الدايرة عندك او تروح مثلا تقعد في مركز شاب وتنزل انتخابات وتعمل دورات وتتجاوز البيروكراطية وتحلل الناس مشاكلها ولما تخش في منصب زي نواب المحافظين من الشباب تبقى رجل دولة وتصحف معادك وتذاكر وتشتغل وتفكر وما تهاجمش طول الوقت يعني قصة اقول ايه عشان ما طولش العبء الاكبر بقى الفترة اللي جاي انت فتح لك المجال على الشباب طب ايه بقى كمان يا أستاذ جابر نحن يجب ان ننتقل وانا متأكد ايا كان من الرئيس اللي هيفوس في الانتخابات تريسا هقولك بس